رفض السعودية لاستصدار مجلس الأمن قراراً جديداً للتنديد بارتكاب جرائم بحق المدنيين اليمنين اعتراف ضمني بارتكابها هذه الجرائم فيما يرى مراقبون في القرار بلورة جديدة لحلحلة الأزمة سياسياً كل ساعة صمود يقدمها الشعب اليمني يقابلها تحرك دولي لكبح جمه السعودية المتعطشة لسفك مزيد من ادماء بحق الأبرياء في اليمن رجلس الأمن الذي عقد الخميس الماضي جلسة لمناقشة خطورة توسع تنظيم داعش في اليمن بعد سيطرة قوات تحالف العدوان السعودية على المحافظات الجنوبية أعرب عن قلقه البالغ إزاء ذلك التوسع وسقوط مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين اليمنيين جراء الغارات السعودية التي تنفذها على بلعدنا وتوافق أعضاء مجلس الأمن على استصدار قرار جديد يندد بالهجمات ضد المدنيين في اليمن مجلس الأمن في جلسته اليوم الخميس اعتبر أن الوضع الإنساني في اليمن خضير جدا وطلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنساني الدولي فيما كانت الدولة الأعضاء الخمسة عشر في المجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز خصوصا على استهداف المؤسسات التطبية كما دعوا إلى وقف في إطلاق النار طرف مجلس الأمن سوجة قرار جديد حول الوضع الإنساني في اليمن أثار حفيظة السعودية التي أعلنت رفضها فورا لتلك الخطوة والذي جاء على لسان سفيرها في الأمم المتحدة الطل المعلمي مؤكدا أن قرارا جديدا من مجلس الأمن يندد بالهجمات ضد المدنيين لا حاجة له نعتقد أن القرار 2216 قد غطى كل الجوانب الإنسانية والسياسية ونعتقد أن أي قرار جديد لا يعيد التأكيد على ضرورة تطبيق 2216 سوف يضعف من ذلك القرار ولذلك نحن لا نعتقد بوجود الحاجة رفض السعودية لاستصدار قرار جديد يندد بقتل المدنيين اليمنين هو اعتراف ضمني من قبلها بكل تلك الجرائم المرتكبة في حق أبناء اليمن وإلا لما الخوف منه إذا كانت صادقة في عدم استهدافها للمدنيين والمنشآت المدنية في بلادنا التحرك الدولي الأخير أثبت عدم قدرة تتحمل المؤسسة الدولية غطى طرف عما يرتكبه تحارف العدوان السعودي من جرائم في اليمن ولعل خطوة مجلس الأمن استصدار قرار جديد لإدانة جرائم قتل المدنيين في اليمن تؤكد بحسب مراقبين تبلور نظرة جديدة في حلحلة المعاناة اليمنية ماذا نجار الفضائية اليمنية